البلط الطويل الجوخ ب300 جنيه وبره ب1500 جنيه ده غير الدرسات اللي بنشوفها بره ب1000 جنيه درسات الشتوي هنا بنص التمن وبربع التمن المستورد اللي بيوزع محلات اللبس الحريمي الكاجول هو اللي بيوزع لجمهورية مصر العربية أنا جبته لكم هيباع لكم بسعر الجملة الحاجات التريند اللي ب350 هتلاقوا البادي هناك ب185 وكمان البادي التريند اللي بيباع ب350 في المحلات الكاجول الطاイجر أبو جوانتي هتلاقوا هناك ب200 جنيه انتو متخيلين هتلاقوا الصوت هناك ب300 وهتلاقوا التريند الأصل المستورد ب300 الجاكت شايفين الجاكت وحلوته ده ب300 جنيه انتو مصدقين الأصعب البنطلون الجینس الوايت لك الأصلي المستورد ب350 جنيه شايفين البنطلون وحلوته البنطلون الكاجول هتلاقوه هناك ب220 جنيه انتم متخايمين البنطلون الامر اللي انا لبسها ده بامتين وعشرين وجبت منه كمان الابيض بامتين وعشرين وجبت الازرق بامتين وعشرين المكان ده جملة الجملة المستورد اللي بيوزع على محلات مصر الحريمي كلها. تعال اوريكي الاسعار انتي هتتصدمي لما تشوف الاسعار وتشوفي الخامة والموديلات. انا هلبس مصر كلها لبس شتوي. ده غير اني كمان اسعار الجملة. يا سعر تاني. تعال اوريكو المكان التحفة وهو فعلا كل يوم جديد المكان ده اسمه او المكتب ده اسمه كل يوم جديد وده المقر اللي بيوزع لمصر كلها يا بنات البادي تريند بمتين جنيه والله بمتين جنيه الاصلي المستورد بوكلت اصلي بصوا شايفين البادي بالجوانسي اللي بيتلبس في الصباح جميع اشكاله في كل يوم جديد موجود هناك سعره بمتين جنيه بيباع بره 350 جنيه في المحلات اللي بتباع في وسط البلد والحاجات دي شوفوا بقى الجاكت الشال الصوف المستورد اللي ما بيوبرش ده صوف مستورد شايفين الخامة بشراشيب ده معظم الفنانين بيلبسوه اصلا عامل زي الشال كده ده ب320 جنيه ايوة والله ب320 جنيه ده سعر الجملة شايفين ممكن بقى تنزليه كده من على الكتاف بصوا على البادي الكرين رهيب والله رهيب بصوا الجمال والشياكة ده الصوف الاصلي المستورد شايفين لو تلاحظوا الفنانين هتلاقوه بيلبسوه وهم بيصوره بصوا بصوا جمال ستايل حلو قوي الجاكت الشال ده رهيب يا بنات ده ب320 جنيه هو فيه الاسعار دي ده لبس الشتوي اللي المفروض الاسعار بتاعته غالية جدا شايفين شكل البادي عامل ازاي والله بجد المكان ده لقطة يا بنات الصوت الشتوي الامر اللي بيخصص هو الوانه طحفة ده صوت كاجول زي ما انتو شايفين الصوف بتاعه البوكلت المستورد ده ب340 جنيه فكل يوم جديد سعره 340 جنيه شايفين حلوته وهواريكه الوانه رهيبة يا بنات انا لبسة اصغر مقاس شوفوا عامل علي ازاي مشاء الله يلبس اوزان حلوة قوي المفروض ان انا خاصة المفروض ان انا عاملة شوية بصوا الخامة بتاعته يا بنات شايفين الصوفة بتاعته رهيبة بجد تحفة فيه اللون ده منه بجد حلوة قوي وفيه اللون الاسود فيه منه الوان كتير قوي انتو لو رحتوا مكتب كل يوم جديد بجد الالوان والاسعار هناك في حتة تانية ده سعره 340 جنيه ركزوا على السعر خدوا سكرينشوت وخدوا السعر عشان تشتروا بيه شوفوا بقى الدرس الامر الدرس ده عبارة عن بيزك شموة بصوا تقيل جدا بيدفي واللي فوق ده آآ صوف بوكلت مضغوط بصوا شايفين ده قطعتين القطع اللي فوق والدرس القط اللي تحت ده درس قط ممكن تلبس عليه جاكت ممكن تلبس عليه كزا حاجة الدرس ده يا بنات سعره ربعمية وخمسين بجد رهيب هوريكم الالوان منه بجد جميلة قوي سعره على خانته رهيب ده عشان تجي بيه من المحلات في وسط البلد ولا مصر الجديدة ولا كده هتلاقيك تسعمية وبتمنمية وخمسين سعره ربعمية وخمسين جنيه عند المستورد الاصلي شايفين الجد رهيب الخامة بتاعته تقيلة مش هتحتاجة تلبس اي حاجة ممكن بس تحط سكارف او شال عليك احلى درس لو انت بقى منطاقبة او محجبة الدرسات هناك في حتة تانية بصوا انا بوريكم شكل البيزك من تحت وده الطوب الفوق الطوب الفوق ده صوف على فكرة بصوا بقى السود ده في حتة تانية يا بنات ربعمية جنيه شايفين الخامة بتاعته صوف بوكلت مستورد شايفين انا بمط لكم الخامة تحفة يا بنات ما شاء الله رهيب جدا الناس اللي بتحب الصوتات الشتوي اللي هي الصوف تلبسي بقى على الجاكت كده نزلي بقى النادي ودي المدرسة واملي كل حاجة بص ااملي كل حاجة في حياتك تروح السوبر ماركت اللي انت عايز اعمليه شايفين خامته تحفة والوانه رهيبة انا بحب اول حاجات دي سهلة في الشتاء على الكوتش الابيض او السبترينا سهل جدا وبسيط تحط الطرحة او التربو على جاكت بصوا اللون ده رهيب بصوا الوانه جميلة جدا ده سعره 400 جنيه في كل يوم جديد ده بره هتلاقوه ب600 و بخمسمية وخمسين ما بيقلش على كده آآ ده هناك في كل يوم جديد بربعمية جنيه ودي الالوان بتاعته يا حلوين تحفة بجد يا بنات وفي السود ده ما شاء الله يا بنات ده بربعمية عايز اقول لكم ده برضو سعره 400 جنيه عايز اقول لكم كل يوم جديد اللي انا بصوره لكم ده ما يجيش واحد في المية بالحاجات اللي موجودة هناك في كمية جواكت الكارو والالوان اللي انت عايزاها في كمية درسات سوتات ترنجات كل حاجة تخص السد خروج موجود ده بقى ده ده سعره لقطة ده انتو مش هتصدقوا السعر بتاعه ده سعره 250 جنيه ده بيباع على السوشيال ميديا او على الصفحات بتاعت النت ده بيباع بربعمية وخمسين وبخمسمية وفي المحلات نفس السعر ده سعره بمتين وخمسين كل حاجة هتلاقيها النص هناك ده اكيد كلكم شفتوه على الصفحات على الفيسبوك بيباعو يا بنات بالسعر اللي بقولكو عليه ده بيباعو بخمسمية هناك في كل يوم جديد بمتين وخمسين ده المستورد اللي بيجيب الحاجات دي من بره ويوزحها في المحلات بمتين وخمسين جنيه شايفين ده رس القطعتين بربعمية وخمسين عبارة عن بيزك قط والتوب اللي فوق وده بربعمية واربعين البيزك اللي تحت قط والقطعة اللي فوق ده بصراحة تحفى وممكن تلبسيهم تحت الجواكت الجاكت ده بثلتمية وخمسين جنيه والبنطلون بثلتمية زي ما انتو شايفين كده تحفى والبادي برضو انا جايبا بمية وتمانين البادي بمية وتمانين والجاكت بثلتمية وخمسين والبنطلون بثلتمية الصوت الامر ده بربعمية جنيه بوكلت صوف مستورد زي ما انتو شايفين كده تحفى البنطلون ده يا بنات بثلتمية وخمسين والجاكت ده بثلتمية وتمانين الجاكت ده تريندي البادي اللي أنا لابسها ده بمية وتمانين الطقم كله لو حسبته ماكملش الألف جنيه البادي والجاكت والبنطلون البنطلون وايت لك تحفة تحفة بجينز ومن الجنب كده في خطوط بصوا البنطلون رهيب يا بنات ده ب350 بصوا البنطلون وايت لك رهيب بمية خمسة وتمانين جنيه بادي بوكلت أصلي مستورة ده بسعر الجملة اللي بتلبس في الصبوع منه جوانسي ومنه بادي كامل برقبة كده نص رقبة عايز أقول لكم البوكلات الأصلي المستورة جبت منه الألوان دي ما شاء الله في منه أكتر من عشرين لون أنا جبت الفوشية والإسود وجبت الأبيض والهفان والبينك وجبت كمان البيش جبت الألوان اللي أنا هستخدمها تحت الجواكت شايفين يا بنات المترية اللي بتاعته بصوا تحفة اللهم بارك ده يا بنات البادي اللي بيتلبس تحت الجواكت وكمان بيتلبس على البنطل زي ما أنا لابسك كده البنطلون بدخله جوا البنطلون وبتلبس عليه الجاكت أو السويتشارت المفتوح أو الشال أنا كل السوتات وكل البيزيك وكل حاجة أنا صورتها ما تجيش واحد في المية من المكتب هنا ده اللي بيوزع كل محلات اللبس الكاجول ترينجات سوت آآ بيزيك جواكت درسات كل اللي بتحلمي بيه هتلاقيه أشكال وألوان زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك بصوا مفيش حاجة مش موجودة عندهم بصوا كل الحاجات التريند هتلاقيها هنا الحاجات المستوردة التركي وكل حاجة تريند اللي انت بتدورها هتلاقيها هنا في كل يوم شايفين؟ مشاء الله المكان هنا ده المكتب اللي بيوزع لمحلات الكاجول كلها في القاهرة في المحافظات ده غير الناس اللي هتيجي تاخد جملة الجملة من أول دستة من الترينجات زي المحلات بالزبط ده لي سعر الجملة زي ما انتوا شايفين كده الجمال بصوا بصوا مشاء الله المكان متروس اللي أنا ظهرته لكم ده ما يجيش واحد في المية من الحاجة بصوا يا بنات اللهم بارك أنا عشان أصور لكم ده أنا عايزة شهر كامل أصور لكم فيه زي ما قلت لكم جميع السوتات والدريستات والبيزيك وكل حاجة كل حاجة موجودة هنا اللهم بارك زي ما انتوا شايتين انتوا عايزين هنا سنة عشان تختاروا كل اللي انتوا عايزينه مفيش ترينج أو سوت أو أي حاجة برا موجودة في المحلات مش هتلاقيها هنا بسعر الجملة وسعر الجملة هنا الطاعي ده غير اللي هياخد جملة كمان هيبقى ليه سعر تاني شايفين اللهم بارك بصوا مكان كبير قوي اللهم بارك انتوا هنا هتيجوا يعني هتختصوا في كل الحاجات دي بصوا بصوا البيزني والكاجول وكل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه بصوا اللهم بارك بصوا سويت شرتات الطويلة والقصيرة والهايويس كل حاجة اللهم بارك بصوا بصوا ده المكتب اللي بيوزع المحلات الكاجول في مصر كلها ده كنز المكان ده شايفين القطاعي عنده يعتبر جملة ده غير الناس اللي هتيجي من المحافظات هتشتري جملة الجملة العنوان شارع كبش واحد شارعة الشوازدية اول عمارة عالمين مكتب كل يوم جديد لو جاية لو جاية من متر متر العتبة هتيجي من هنا اهو هتيجي فيه هتلاقي في وشك مكتب كل يوم جديد من متر باب الشعرية اهو ده كده كده متر باب الشعرية كانتك راح على باب الشعرية المتر هتيجي من هنا هتلاقي برضو مكتب كل يوم جديد في وشك من كل النواحي كل يوم جديد يعني لو جاي من متر باب الشعرية 헤헤ت 100 بابل شعرية وده ما كدب كل يوم جديد. لو جاية من ناحية اسم الموسك من ناحية اه جراش العتبة ومن ناحية اي مكان هتلاقي كل يوم جديد في وشك. كل ناحية مغتوبة. العنوان بتاعن واحد شارع الجيش شارع الشوزلية. اول retailers على اليمين. لو جاية من عند جراش العتبة لو نزل تنم متر العتبة هت�리تي كده او هتلاقي كل يوم جديد في واشي.